فخبارك كين واحد القانون كي يخلي ضركي ولا الشرطي في مشاحنات مع المواطن وشن هو هاد القانون هدا المهم سلام الله عليكم كيف حالكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير زول منشان ديام الحمد لله المهم هاد القانون هدا شنه واشنه وابقوا معي في هذا الفيديو هدي ونقول لكم يعني القصة ديالي ومن بعدك الساعات نشوفوا وحش غايكون شي حل هات الشي هذا ولا لا المهم القصة ديالي أنني كنت جاي في الطريق يقوموا معي السياح من جنسية ديال نرويج فاش قربنا للاسميته النقطة تفتيش ديال الدرك الملاكي يعني نقطة تفتيش قانونية البلايك ديال هاوك وشي هدا ووقفون هوا من حقوته ووقفنا هدا واللي خلاله يوقفنا هو أنا شاف واحد من السياح بدتي يحرك السنطة هدا فالدركي اصحاب ليه باللي ما دياليش السنطة فاش وقفنا وديسي الاخر ما دياليش السنطة فاش كنا تنتحنوها وكل مهم الدرك يليه الكارت غريز البيرمي دياليك وهدو الوريقات ديالي شدهم ليه فانتي يعني فا يعني فا يعني هنا ولا الشيفور مثلا أنا كسائق كان تحمل المسئوليه ديال الراكيب أفتيش بريد نوصل لي يعني أنا دير السنطة ديالي دركي كنت نقول لي انا دير السنطة ديالي جزء لي هدر معه هده قول ليك الدركيب بدينا ماشي شغلي وأنا ماشي قانوني انني نحضر معه نطلعي هدها كيف هدها اقولك اللاي إلى اسمي وانكيدليه المخالفة و ولا بغى يخلصها هدتك ما بغى يخلصها نسحبليك البيليان يعني لو لا كان لديك الراكيب مدارش نطلعيه مدارهاش نقوله نفترضنهه مدارهاش والدراكيب بدأت يحرر المخالفة والآخر المثاني عنه يخلصها إذن ما يخلص هذه المخالفة يعني سوف تسحب لي البرمية سوف نخلص على الراكب إذن نفترض أنه لا يقدر الله لا يقدر الله وقاعد حادثة تسير وأنا دير الصنطة ديها ما يأكل الدربة؟ بطبيعة لهذا هو إذن ما سوف تحمل المسؤولية للصنطة يجب أن تحمل المسؤولية مثلاً على دول أجنبية توقفهم مثلاً توقفوا الطنم في نقطة تفتيش تشوفوا واحد دير الصنطة لا تهضروا مع الشفور يمشون ديرك للراكيب لماذا لا دير الصنطة؟ أرى لي لكافت ناتونيال كل الباسبور تحرر لهم وخالفة لذلك ديما في المغرب يمشون ديرك للشفور نقولوا ما كان بس واحد مثلا الطنم بلا سيارة عائلية تتلقى غالي بين الأب هو اللي صايق ووليداته والمرأة دياله نقولوا مرتوا لأولاده ما ديرهن هاش ماشي مشكل لأبدك الساعات يخلصها ماشي مشوه لكن أنا وشانا أخذ دمال الصنطة ديال السياح مثلا هذا من جانب هذا لتحاني من هذه المشكلة هذا بزاف و القطاع السياحي في المغرب وهنا تحطو في واحد الموقف اللي مخصطناه تحطو فيه صراحة وهنا تضلو نسبغو و نسبغو في في بلادنا و نسبغو في السيستيم ديالنا و نسبغو في الضارك ديالنا و الشوطة ديالنا و في اللخان نقفو في نقطة تفتيش تنولي ندير هاكل ماذا تريد أن تصل؟ ماذا تريد أن تصل؟ و أن المشريع المغربي يجب أن يدير إعادة النظر في هذا القانون صراحة ماذا تريد التاكسيات أعفا عليهم الله ما يسؤول عليهم لا يسؤول عليهم أن تفتيش أو أن تفتيش لكن العقل السياحي السائق يجب على سأحصل على ديالنا و ناقف في قانون و المشكلة ها والداره هو ما يوجد و يجب أن يبقى الراكب و في القانون يجب أن يجب أن يجب و لكن يجب أن يجب أيضا يجب أن يجب thấy لذا الشوطة و يجب أن يجب أن يصل في قانون هذا القانون مثلا في هذه الحالات أقول لك لا يعمل هذا القانون يقول لك عندما تتخلص سوف تتخلص لا تتقيد على الشفور لا تتقيد على الشفور ولكن في حالات الراكب يقول لك لا تتخلصها لا تتخلص الراكب والآخرين وانا شفتوا وفي الأخير تحاولنا مع الراكب وقلنا لدينا سوء تفاهم السيد كانت يحرك السنطة رأى كان السنطة أنا مسئوليتي لأنني نحافظ السلامة اليوم وأنني نحتهم أنهم يديروا السنطة وأنهم يحترموا القانون البلاد اللي هما فيه حاليا يعني يجب أنهم يحترموا القانون ويجب أنهم يحترموا القانون في الأخير الدراكب تفهم كانت غلطة كانت سوء تفاهم ولكن في هذه الحالة الدراكب تمسك بالرواية ولكن بالمناسبة الدراكب تفهم وقلنا واحد من السبريور يجب أن يتعاملوا جنرال جنرال ولكن والآخر صراحة واحد النوطة ما أعجبتني هو يقول لك أنا فيها 12 شهر أنت فيك واحد في نظركم هذه الرخصة تقالوا لا لا ولكن عموما نشوفوا الكأس نشوفوا الجانب الممتلئ من الكأس ما نشوفوش جانب اللي خاوي تهي المهم الدراك الملكي ولكن هذا القانون صراحة يحطهم في موقف غريبا الدراك فالمشكلة للسنطة ما تكونش عندهم بزاف يعني الدارك بزاف تتحطوه في هذا الموقف هذي أو في مشاحنات مع مواطن بسيط وما أصلا نرى التوما مواطنين يعني هذا القانون يتعاد فيه النظر باش أنه يتبدل ولا يتغير شوية لأنه صراحة نرى أن الشيفور يتكلف السلامة دي الله خريك سمحوا لي يعني السنطة أنا من حقي فعش نحل باب يطلعون يطلعون السنطة ولكن فعش نتشد في الباراج الشرطي مثلا يقول يا روم أو الدراكي يقول يا روم مرحبا سيدي نمتلك للتعليمات يقدير السيارات كل شيء نظيف 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 لا يطلعون أنا كسائق يطلعون للراكب و ساعة يأخذ منه سواء الباسبور أو كارتناسيونا ويحرر لها المخالفة ما هو المخرج صراحة هذه الحالة تنطيح فيها بثاف ما هو المخرج فايت قيدت لي مخالفة ديال ولكن خلاص هو كان ما دايرهاش فاش وقفني فاش وقفوني الجنظر قال لك ما دايرهاش قال لك ما دايرهاش صافي ما دايرهاش ما دايرهاش نقول لك ما هو دايرها أو نرغب الدراكة عنده فلوس ويخلصها وذلك الساعات حررها الدراكة ما تتبعنش في السجل للسائق ولا هذا في البرميد ولكن ما بغيت هاش قاعنا تقيد على اسميتي وما بغيت هاش قاعنا ما بغيتش في البرميد يعني تسحب فهمتو؟ هذا مكان مهم تحيتي للدراكة الملكة وتحية للشرطة التعمل ديالهم معي حافظكم الله وراعكم ولكن المشرع المغريدي يجبوا أن تعيد عن نظرة في هذا القانون هذا لأنه صراحة نحن في منأة وما أخصنا وصلوا على المشاحنات هذا القانون بسيط يعني خاصة الدارشة مخالفة خصيصة يعني ما تقعيش على الشيفور تحمل المسؤولية للراكب فقط تحمل المسؤوليته مدرج السنطة تحمل المسؤوليته هذا مهم على العموم أنا أحاول أن أدخلها بشوية بضحك هذا باش توصل للرسالة وتانتوما باش توصل للرسالة بيروب بارتاج بيروب بارتاج هذا مكان مهمة تحياتي لكم و اللي عنده عنده أسميته شي حل يحط في التعليق النس اللي تفهمه في القانون نامس يلا تحياتي ترجمة نانسي قنقر